السلام عليكم تحية طيبة للجميع وألف ألف شكرا على التفاعل اللي كان مع الفيديو ديال برح ديال لماذا لم ينجح حفل أمين بودشار بمصر واليوم إن شاء الله عنوضحه بذقة أكتر وعنعطيه عشار ديال الأسباب علش ما نجحش حفل ديال أمين بودشار الأول بمصر النقطة الأولى والسبب الأول هو أن الدعوة كانت من الدولة المصرية من السلطات الموسية بالدولة المصرية وكاننا انتظارات أكبر يعني كانت انتظارات بأنها يكون الحفل في المستوى ديال النسح اللي مسافتين الدعوة الثاني مسألة مسألة ديال التنظيم التنظيم داخل القاعة ما كانش في المستوى ديال الحفلات لكيديها أمين بودشار لا في المغيب لا خارج المغيب كنا نشوف أماكن فائغة كنا نشوف ناس واقفين ناس قلسين بدون سبب كنا نشوف أطفال صغار عندما أن حفلات أمين بودشار لا يليقى باش تكون فيها يعني يكونوا فيها الأطفال الصغار المسألة ديال النقطة الأولى ونقطة الثانية يعني الدعوة والتنظيم تحلون على اللي يمتبع خان يعني الإداعات وقنوات التلفازية هناك واحد مسألة ديال كل شي بغي ننجح مدينة العالمين مدينة العالمين بالبنايات اللي فيها بالمسألة اللي فيها يعني بغني ننجحوها بهذه الحفلات كي اسموها حفلات طفية هي حفلات الساحل بمدينة العالمين ودين بأن أمين بودشار هو ما هو إلا نقطة من هذه الحفلات هذي وماشي هو يعني نجم أو ماشي هو اللي ينجح مثلا هذه الحفلات هذي لا دين بأنه عادي احتفت ربوطاجات ديال الموديعين ديالهم ديال المواسلين ديالهم من المدينة العالمين كي تقروا أمين بودشار بعجالة يعني ما يعطينوش واحد قيمة خاصة ولا شي حاجة نهائيا ماشي بحال مثلا في الدول في المغيب أو في فرنسا أو في دول أوروبا أمين بودشار هو نجم ونجم بيع على أي حال نجم لأنه يجعله الجمهورة نجم هذه هي النجومية دياله من هنا يا جات يعني الدعوة ديال أمين بودشار ما هي إلا من أجل إنجاح هذي الحفلات ديال مدينة العالمين النقطة الثالثة الكورال المحترف لكل اللي منتبع البرامج ديال المنشهد لكي عارب أن الناس اللي كانوا حاضرين يتمع هم كورال محترف تقريبا على حساب تصريحات ديال بعض اليوتيوبورز يعني تقريبا شي مئة فرد كانوا تمع ما بين إينات والذكور ولا رح تقول أداء ديالهم للأسف ماشي كورال أوركسترالي وإنما كورال من أجل الترديد ومن أجل يعني يحتل أنه ما كيعطيش واحد الحلوة وما كيعطيش يعني أخصوم يعني ذيك الأغاني السيئة عن نشيطة الترفيهية ماشي أغاني السلطنة والتدوق النقطة الرابعة للأسف كانت هناك عدم إداءة الحفل المباشرة وفشفنا المقاطع المصابة عفنا السبب يعني كون هناك اللي كي يقول بأنها كواليس الكواليس للأسف بالنسبة لأمين بوتشار ما كيديش بروفات بروفات كيقولوا الميسائيين بأنه هديك ما هي إلا بروفات لا أمين بوتشار يؤدي مباشرة يؤدي مباشرة مع الجمهور النقطة الخامسة الملاحظ أن هناك عدة يوتيوبوز مصريين متابعين لما هو مغيبي من كل شيء علش محضروش لهذا الحفل هذا هذا سؤال اللي كيصدرحوه المغاربة وما فهمناش علش بطبيعة الحال النقطة السادسة هي تصوير والإخراج سيء جدا المقاطع التي سريبت نقاط مقاطع سيء جدا نحية التصوير من نحية الإخراج بالمقارنة مع ما يدع من تصوير وإخراج المحافلات دي الأمين بوتشار لا في المغرب ولا في أوروبا نقطة السبعة هي تسريب تسريب سيء جدا طريقة تسريب هذه المقاطع للضرب في هذا الحفل هذا كأنه حفل عادي كأنه حتى أنه كانت نجومية تعطى لبعض الحضور مثل مونة الشادلين مثل هالة صيدقي مثل كانت ما تعطى لهم واحدة بأنهم هم نجوم الحفل رغم أن النجم في حفلات أمين بوتشار هو الجمهور ككل يعني بدون تمييز ولا شفتوا الكراسي الفخمة الكراسي اللي كانت في الأمام ما كانتش في المستوى الحفلات دي الأمين بوتشار النقطة الثامنة هناك العدة من الإعلاميين يقولون بأن مصر هي نقطة انطلاق أمين بوتشار للأسف وحتى بعض المغاربة أنهم بحلاصة هاد الكلمة هذي لا لا أمين بوتشار النقطة دي الانطلاقة ديالو ماشي هي مصر نقطة الانطلاقة ديالو هي الجمعة هيرية ديالوخدها من المغارب وبطبيعة الحال عا تستعمل باقي الدول العربية وباقي الدول الأوروبية والأمريكية ومصر بطبيعة الحال ما كان منش بأنها عا تكون شي إضافة بنسبة لأمين بوتشار لقاش هو ماشي مغني ماشي مؤدي باش تكون طلاقة ديالو من الميصر هو عنده واحد الكونسابت هاد الكونسابت للاسف مستوعبوش لإخوة الميصريين أو بعض الإخوة الميصريين هو أنه الجمهور هو الفنان هو الأول هو كل شيء يعني باش عا تكون طلاقة ديالو أمين بوتشار من الميصر نقطة التاسعة هي الجماهير الميصرية الضواقة والفنانة والتي يعني ما كانش في الحفل كانت منه أنه تكون هناك حفلات أخرى في ميصر ويتلقى الأمين بوتشار مع الجماهير الميصرية لأن الجماهير الميصرية بدون توجيه بدون ذلك الكوراة المحترف بغينا أن الجماهير تتسلطن مع الحانة الموسيقى ديالأمين بوتشار والنقطة العاشرة باش نختمه هذا التدخول هذا بأن ليس هناك مقارنة ليس هناك مقارنة مع الجماهير المغربية والجماهير الميصرية ليس هناك مقارنة نحن نجد بعض التوجيهات والنقطة اللذي بنا باش لك أنه حفلات أخرى ديالأمين بوتشار في ميصر تتجنب هذ الأخطاء ولهد النقائص اللي كانت في الحفل الأول ويكون حفل في المستوى ديالتطلعات الجماهير الميصرية والعربية ليس هناك أي مقارنة ما بين الجماهير المغربية والجماهير الميصرية وإنما هناك نقد بناء كان نقوله النقاط ضعف اللي شفناها من وجهات نظرنا وكانتمنوا أنها يتم تجاوزها في المراحل أو الحفلات المقبلة لأمين بوتشار شكرا على التفاعل وشكرا جزيلا الجماعة العربية والمصرية والمغربية على التعليقات لطبيعة حتى نحاول نتفاعل معها شكرا جزيلا